حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا طول الوقت طول الوقت ان احنا ببساطة خالص ان الواحد اذا رأى شيئا ان يعود الى زوجته فيرضى بزوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كره منها وخلق الراضي منها الاخر فبلاش الاسئلة اللي بتتحفر في الزهن ويتحسس الانسان ان هو مش هيخرج من ده كل ده اللي احنا قلناه ده في الجزء الخاص بايه الخاص بالاعتذار والاعتراف بالخطأ في جزء بقى يتعلق بخطة التغيير وخطة التغيير دي بتكون في ما يتعلق بالغادر في ذاته وعلاقته بالمجدور بيها وخطة كمال لتغيير نظرته للحياة يعني مثلا هو عايز علاقته بذاته هو علاقته بذاته ان هو شايف ان هو رجل شهواني فهو بيحب الشهو وعشان كده بيحب يتفرج وهو بيحب يلعب لازم علاقته بذاته دي تتغير هو شايف ان هو عاش ان هو محروم ولازم يكافئ نفسه فاللي بيعمله داته مكافئة نفسه وما بياخدهاش من زوجته لازم يتوقف عن ده وده يحصل ازاي؟ بحاجة اسمها تسكية النفس اشتركوا في القناة